بدأ تنفيذ العملية بقيام مروحية من طراز أيكن تابعة للجيش الأمريكي بعملية إنزال لجنود أمريكيين في الوقت ذاته تجمعت قوات تابعة للبيشمارغ الكردية قادمة برا شقت القوات طريقها باتجاه السجن فيه نحو 70 رهينة كردية لدى تنظيم الدولة بدأت الاشتباكات بين القوات الأمريكية وقوات البيشمارغ من جهة وعناصر تنظيم الدولة من جهة أخرى وفي النهاية تم اقتحام السجن وتحرير الرهائن وكانت الحصيلة تحرير نحو 70 رهينة واعتقال خمسة من مقاتل تنظيم الدولة ومقتل آخرين إضافة إلى مقتل جندي أمريكي من قوة الإنزال وبرغم أن تنظيم الدولة أصدر بيانا وصف فيه العملية بالفاشلة واتهم القوات الأمريكية بتدمير السجن على رهائن آخرين كانوا بداخله فإن العملية التي لم يعلن عنها إلا بعد انتهائها أثارت تساؤلات حول ما وصفه البعض بالتحول في الموقف الأمريكي فهي الأولى منذ انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية في العراق فسابقا أكد الأمريكيون أنه لا نية لديهم لأي تدخل بري وأن كل دورهم هو تقديم الاستشارة للجيش العراقي مع قيادة الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة فما الذي دفعهم لإنزال قواتهم على الأرض في عام خاصة؟ يرى البعض أن التدخل الروسي في سوريا أوجد نوافذ جديدة يمكن لأطراف في المنطقة أن تستغلها وهذا ما حدث مع رئيس وزراء العراق حيدر العبادي الذي لوح إلى إمكانية الطلب رسميا من الروس التدخل وبغض النظر عن الأهداف الكامنة إلا أن البعض يرى أن التلويح ربما أثمر تغيرا في المقاربات الأمريكية التي كانت تكتفي بالعمل من بعيد التلويح بالعلم الروسي في القتال بالعراق زاد الأمر تعقيدا على كل الأطراف ومنها الطرف الأمريكي الذي اكتشف أن عليه إعادة الحسابات وأيضا أمام الحكومة العراقية التي لن تستطيع المغامرة بحليفها الاستراتيجي مهما كانت الإغراءات الروسية